اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقلة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المستمعين أسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة دكتورة على قلبك سعد الله صباحك طبعا معاي في الستوديو دكتورة ندل ملة وحوكم صغير محمود يوسف بس أنا وانت بالمخرج محمود فحد معنا المخرج المبدع دايما قولي اسمه حمد الصفار صح؟ صح أموان أيضا نحن نتواصلي معاكم مستمعين عبر ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة هذا اللي شو للاتصال رسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين أيضا اليوم فقط على أكاونت هات الصحة في دبي في الانستجرام DHA underscore دبي إلى الآن إن شاء الله بروح لايف على نور دبي لاحقا والله شكله ما منروح لأن دايما أنا سامحوني يعني بقولها على الهوة دايما الأكاونتيين ما في باسورد يعني هذه مش مرة واحدة ولا مرتين دايما نحاول نطلع مع المستمعين على اللايف في الانستجرام يمكن لأنه يسوون أبديت حق البرنامج الله العالم لكن عموما متواصلي معاكم على الأقل في DHA underscore Dubai وعلى طاري الأبديت وطاري السوشال ميديا خلينا ناخذ أسمى الجناح قبل أن ندخل في مواضينا شو رايج دكتورة أوكي أسمى صباحك خير صباح النور مبروك عليك الرحمة فاليوم الجميل اليوم فعلا جميل بحق ترى أنا أمس كلهم أمس كان الجوم أصب واليوم راضي علينا شو رسالتنا الصباحية لليوم يا أسمى أصبحتنا الصباحية أختم أشبه عملك بإنجاز كل المهامات لديك وابدأ أبنسك تمرتها حزبال يعني مفضل أن الواحد ما يترايي يوم الخميس يبدأ من الحين يحاول ينجز ويخلص كل المهام اللي عنده قبل قوم الخميس صحيح والله عشان يكون يوم وينيس صحيح وحما يشير معاه الهموم إلى الويكند إن زين شو عندنا اليوم في وسائل التواصل يا أسمى من الأشياء اللي فات عنه بدأ فريقنا رياضي شارك في بطولة المعهد القضائي وخمانسيات كرة القدر انغلب أول بارحة انت ما تلعب معاه لا ما ألعب يا أخذوا محمود يلعب يمكن بفوت ألف الليلة انغلب أول صد ما علي هارد لك ما علي الكرة مستديرة كل مرة يفز فريق لا لا يا إن شاء الله بيتهلون يا رب إن شاء الله غير هذا اللي باشي عنه معرض الكتاب يبدأ من تاريخ واحد وعشرين من تاريخ سبب وعشرين ومجال مفتوح للجمهور أيضا من الصبح حتى ساعة سابسة مساء وين بيكون نحن ناخد تفاصيل هذا المعرض خالد الجلاب ساد خالد الجلاب بيكون معانا شو بعد اسمه شو بعد عندني اسمه اوه هذا اللي عندنا هذا اللي عندنا ذكرين بحساباتنا في وسائل التواصل حساباتنا على سترون انستجرام اللي هو فيكي عنده سفورت زي أما عليك وفيس بقواني بتاهد بيها ستاريخ شكرا لك يا اسمه ويومك سعيد بستوفيج يا اسمه شكرا جزيلا لزي دكتورة نعم كم باقي على نهاية التأمين انتي خبريني عشرة أيام فقط عشرة أيام بس كل يوم احسبها لا لا انا قلتش يا مو بعشرة أيام بالفعل هي صح محمد الله هي سبعة أيام هي صح صح لان شو قال دكتور حيدر قال يوم تسوون الإجراء يبارى ثلاثة لخمسة أيام عشا يتفعل في النظام صحيح فما يترى إليهم واحد ثلاثين ثلاثة يعني اليوم لازم تخلصون المواضيع خلاص هي جمع والله والله در عيس هي تمت نسبة بسيطة ترى هي صحيح صحيح لتموا نسبة بسيطة جدا عموما دكتورة فيه دراسة حديثة تشير إلى أن الأطفال المولودين بوزن ناقص أكثر عرضة لمشكلات الصحة العقلية حيث يعني أظهرت هذه الدراسة أن البالغين الذين ولدوا بأقل وزن من الوزن الطبيعي ربما يكونون أكثر عرضة لمخاطر لصابة مشكلات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق يو الله عاد هذا الاكتئاب والقلق هذا اسمي مرض مرض العصر يعني كل الناس عندهم تلاحظ محمود صحيح يعني بس بتفاوت هي صحيح بس يوم يستوي هاجس يستوي مرض يعني أعتقد أن رح يأثر حتى على على الأعضاء العضوية في الجسم حلو الأعضاء العضوية اي شو يعني الأعضاء العضوية قولي انت تقول الأعضاء العضوية اي يعني أعضاء الجسم يعني مرض النفس يتحول إلى مرض عضوي هو قصده صح؟ كيفتش انت اللي تقول عموما فحصل باحثون بيانات من دراسات سبق نشرها على الصحة العقلية شملت 747 بالغ ولدوا بوزن يبلغ 1500 جرام أو أقل 1512 بالغا ولدوا بأوزان طبيعية من خمس دول مختلفة الباحثون فحصل بيانات الصحة العقلية عندما بلغ من شملتهم الدراسة من الفئتين سن 23 عام أظهرت الدراسة أن الذين ولدوا بوزن ناقص كانوا أكثر ميلا للسلوك الانطوائي وأمراض مثل الاكتئاب والقلق والانسحاب والوحدة من الذين ولدوا في موعد الولادة الطبيعي بأوزان طبيعية كبيرة الباحثين في الدراسة ريكا بايلا من جامعة هلسينكي في فنلندا تقول تمكننا من أظهار أن البالغين الذين ولدوا بأقل من الوزن الطبيعي أظهروا سلوكيات طوائية أكثر من نظرائهم الذين ولدوا بأوزان طبيعية الخلاصة هي أن ربما يرجع إلى عمليات عصبية أو هرمونية أو اجتماعية أو نفسية تأثرت بالولادة المبكرة هذا دراسة مهمة هاي وبقول لك ليش قولي ليش ليش أنا أتوقع لشي طبيعة طبيعيا يعني لما الأب والأم يوم طفل ناقص أو ماذا بحنا نقول خديج يعني قبل الموعدة ويكون وزنة قليل أتوقع يحيطون يعني يكونون أكثر حماية الله من أقرانه من أطفال يلدون عندهم طبيعي يعني يحسون صغير ومولود أقل من عمره وعلى قولة يدات يقولون ناقص حنان ما شبع من رحم أمه ومن هالكلام اللي قولنا نحن اليدات فتلاقي الأم والأب والأهل بشكل عام يعني أكثر يحطون في الطفل طول الوقت لا تزعلونها لا تخلونا يروح حتى في أنا عرف في أمهات أو الأولاد من نقصة يعني ولده وناقصين تقولك ما خلي يسير عف الحديقة أخاف يطيح ويتعور هو أصغر عن غيره ما دخل المدرسة مثلا من وقت أخلي يتأخل أنه أصغر عن غيره خاف ما يلحق بينما في يعني لو يعرفونا منين ولد الطفل خلاص يبدأ يكمل نموه عادي حالة حال أقرانه حتى في المشي والكلام ممكن يتأخر شوي فيما تقولك لا أكيد بيمشي بتأخر أكيد بيتكلم تأخر ولكن إحنا نستوي يعني عندنا هاجة أنه هو صغير معنا يمكن منعتقى ضعيفة ممكن يتعور أسرع فأتوقع إحنا الأهل العب دور محمود فعل مشكلة والله دكتورة يعني في كل الأحوال أنا أعتقد أن هذا مؤشر جيد ودراسة جيدة أنه إذا وحدة يعني ربت في السابع في السابع وكذا أنه تهتم بتنمية هذه المهارات عند الطفل لأنه ممكن أن يكون عرضة لمثل هذه الأمراض أنه تنمي عنده مهارة أنه يعني يدخل ضمن مجموعة يلعب ثقة بالنفس القدرة على أنه يتواصل مع الآخرين وأيضا نزرعوا في عيالكم الإيجابية أو أصلا نكونوا أنتم إيجابيين أولا صحيح الإيجابية ترى معدية يعني إذا أنت كنت إيجابي تلاقي عيالك يطلعون إيجابيين مكانت داون فيه حتى في العمل تلاقي يقولك فيه طاقة إيجابية لما يتخلعنا لهذا الشخص لأن الإيجابية معدية ولكن عدوة جميلة إيجابي الله خير دكتورة منورين في الإنستجرام شكرا لكم أمش استفقدوك محمود كل يسألوا وين محمود وين محمود وين محمود أمس طلعت ما طلعت وايد نص ساعة بس حتى لك وزنك على الهواء شكرا لك نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بنتكلم عن موضوع مهم جدا وأيضا عن مبادرات كثيرة أرقام التواصل معنا 6-00-55-1414 ورسالة النصية على 4-006 وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في الإنستجرام DHE underscore debate فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين بمناسبة شهر القراءة تنطلق اليوم أو يوم غد في هيئة الصحة يوم الأربعة فعاليات القراءة للسعادة هذه الفعاليات تنظمها الهيئة بالتعاون مع نخبة متميزة من دور النشر وبمشاركة واسعة من المهتمين في هذا المجال طبعا نحن نتكلم عن هذه الفعالية أهدافها وما تترضمن من أنشطة مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ خالد علي الجلاف رئيس لجنة استدامة القراءة بهيئة الصحة في دبي ومدير المشارع بمكتب معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة في دبي صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور يعني أول شيء لجنة لاستدامة القراءة أنا أريد أن أتكلم عن هذه اللجنة قبل أن أدخل في هذه الفعالية شو المهام التي تقوم بها هذه اللجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم كما تعلم أخي العزيز بأن الصحة تعتمد على مواكبة آخر المستجدات في مجال الطب وفي مجال التمريض وفي مجال الخدمات الطبية المساندة فنحن كمؤسسة نعتمد بدرجة كبيرة على المعرفة وعلى استمراريتها وعلى أيضا تحديثها لذلك كانت لنا في العام الماضي أنشطة بعام القراءة ووضعنا العديد من البرامج التي طموحها والتي تستغرق سنوات لإنجازها أنجزنا البعض منها ولكن بقيت الكثير منها ووجدنا يعني إقبال كبير من موظفي الهيئة على هذه الأنشطة فمعالي رئيس مجلسي دار المديل العام يعني ارتاء أن تكون الأنشطة ثابتة ومستمرة في الهيئة لذلك تم تشكيل لجنة لاستدامة أنشطة القراءة هي ليست فقط فترة زمنية لمواكبة سنة القراءة كما يعني يتبادل للذهن إنما هي سنوات ونوع من أسلوب حياة في هيئة الصحة وكما تعلم أيضا أن سنويا شهر مارس الآن كما يعني اعتمد من قبل مجلس الوزراء هو شهر للقراءة لذلك هذه اللجنة تقوم على كثير من الأنشطة والفعاليات خلال الإعداد لهذا الشهر وأيضا قلال السنة هناك كثير من الأنشطة وكثير من الفعاليات التي سوف يتم استحداثها وأيضا تطويرها خلال السنوات الخادمة إن شاء الله من خلال هذه اللجنة ممتاز دكتورة نحن قبل أن ندخل في تفاصيل ما شاء الله الناس على طول عندهم أسئلة وعندهم استفسارات فعندنا سؤال يقول من وجهة نظر الضيف المحترم ما دور مواقع التواصل في نشر أهمية القراءة لأنني أرى البعض حاليا يعتمدون على محركات البحث في القراءة وأخذ المعلومات والله أعتقد أن الكثير منهم من رواد المواقع هذه هم قراءة أيضا فبالإمكان أنهم يروجون للكتب الجيدة الهادفة الجميلة من خلال مواقعهم واليوم هي أسرع وسيلة للنقل المعرفة والتعريف بالأشياء خصوصا لما تكون الأشياء معرفية الأشياء جميلة الأشياء جيدة أو الكتب جيدة والقراءات جيدة هذه أسرع وسيلة للنشر صحيح جميل طيب استاذ قاد نرجع لفعالية القراءة للسعادة شو هي الفعالية؟ شو الهدف منها؟ هل فعالية مفتوحة للجميع؟ شو بيكون فيها فعاليات ضمنها الفعالية؟ نعم القراءة للسعادة نحن نواكب أيضا أن دولتنا لها مرتبة متميزة عالميا في مجال السعادة وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد خلال يومين الماضيين مجلس العالمي للسعادة وبالأمس كانت هناك أو كان يوم للسعادة صحيح واليوم أيضا يوم آخر سعيد يوم الأم وكل أيامنا سعادة صحيح لذلك نرى أن في القراءة أيضا مدعال السعادة خصوصا لما يقرأ الإنسان ما يفيده فهذا مدعال السعادة فكانت الفكرة أن نواكب شيئين في مشروع واحد السعادة والمعرفة لذلك يبدأ من الغد بإذن الله تعالى اللي هو أنشطة شهر القراءة في هيئة الصحة في دبي من خلال حزمة من الأنشطة والفعاليات التي نعتقد أنها سوف يكون لها أثر إيجابي على المستفيدين منها وليس المعنيين بهذه الفعاليات فقط هم موظفي الهيئة إنما أيضا هناك الأمر مفتوح لكل مهتم بالثقافة ومحب للقراءة وأنشطتها هم مدعون أيضا للحضور سوف تكون الفعاليات يومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءا من خلال مكتبة راشد الطبية الكائنة خلف مستشفى راشد هذا الصرح الجميل الذي يحتوي على الكثير من الأنشطة ويكون هناك بإذن الله تعالى افتتاح معرض للكتاب وهذا المعرض هناك تقريبا ما يقلب من عشرين دار نشر راح تكون موجودة في هذا المعرض راح يواكب هذا الافتتاح أيضا جلسة حوارية مبتكرة في كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تأملات في السعادة والإيجابية راح تكون هناك لوحة تعبر عن هذا الكتاب وتختصره في لوحة واحدة بحيث أن من ينظر إلى اللوحة يستطيع أن يتذكر فصول الكتاب من خلال أحدى فنانات العاملات في حيئة الصحة سوف يكون هناك أيضا أسلوب جديد لطرح كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهذا الأسلوب هو القراءة بسلوب الإشارة لذوي الإعاقة السمعية سوف يكون هناك من يقرأ لهم هذا الكتاب من خلال أيضا منصة خاصة بهم سوف يكون هناك أيضا تدشين اللي هو التصفح الإلكتروني لمكتبة راشد الطبية اللي تحتوي على أكثر من 170 ألف مرجع وكتاب طبي وهذا مفتوح لكل العاملين في القطاع الصحي والطبي في إمارة دبي لعددهم تقريبا 13 ألف شخص سوف يكون أيضا تدشين فعالية كتاب الخير بحيث أنه يكون لا بس 13 ألف هم تقريبا موظفي الهيئة لا 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 غير موظفي الهيئة غير موظفي الهيئة نعم في القطاع الخاص نحن نتكلم يمكن أكثر وبدوا يسجلون في هذا قبل التدشين بدوا يسجلون الاستفادة اللي راح يكون مدة شهر كامل مجانا راح يكون وهذه يعني فتح كبير لهم أنهم يدخلون على هذا راح تكون هناك أيضا فعاليات للأطفال من خلال فعالية الحكواتي وراح تكون هناك تقرأ قصص عالمية لهم وبأسلوب الحكواتي هناك أيضا فعالية أيضا نقدمها اللي هي مسرح الدمى والجيد في مسرح الدمى أن اللي يقدمون الفعالية هذه هم أطفالنا من المعاقين راح يقدمونها للحضور أيضا قراءة في كتاب تراثي بأسلوب جميل أول مسرحية مثلت في حياتي مسرح الدمى الله أكبر هناك أيضا قبل ما أنسى هناك برنامج ثقافي يعني إحنا حاولنا أن ندعو عدد من المتميزين في الرواية العربية أنهم يكونون موجودين راح تكون معانا إن شاء الله بإذن الله تعالى من خلال حلقة نقاشية أيضا الأستاذة نورا النومان وهي كاتبة يعني معروفة راح يكون أحد الفائزين من الوطن العربي الأستاذ ناصر عراق صاحب رواية الأسبكية هذه الرواية التي كانت في القائمة القصيرة من البوكر العام الماضي وأيضا هو الفائز بجائزة كتارة للرواية العربية ممتاز أيضا راح يكون معانا رابطة يتخيلون وهم كتاب من المملكة العربية السعودية لهم كتب يعني لا أعرفها لكن من كثر ما سمعت عنها من فئة الشباب اللي هو إبراهيم عباس صاحب كتاب حوجن وكتاب هناك وكتاب بن يامين وهناك أيضا كاتب السعودي ياسر بهجد صاحب كتاب يقطينيا أيضا للي يعملون في القطاع الطبي هناك أيضا الدكتور عمر الحمادي وهو طبيب وأيضا يكتب صاحب كتاب أوراق طالب طب وأيضا راح تكون هناك منصة لمؤسسة الإمارات للأداب سوف تتحدث عن الأدب وعن القراءة وعن أهميتها في حياتنا هذا ذكرني كان عندنا مدرس دائما شو يقول يقول الإنسان مو محتاج يأكل مو محتاج يأكل نعم طيب الأكل اللي تأكل القراءة أيضا مخك محتاج يأكل صحيح يأكل كتاب صحيح زميلنا حسني يصلح لنا أو يعطينا هذه المعلومة يقول لنا أكثر من ثلاثين ألف مهني صحي بدبي ضيف جميل وموضوع مميز أتفضل لمعارض الكتاب حيث جلسات حوارية القراءة سيتم الإعلان عن مواعيدها تناقش موضوع مع القراءة فيه شخص يقول سؤال من منظور ضيفكم المحترمة كيف يطور الإنسان من قدرته على القراءة لأن البعض ربما يستصعب قراءة الكتب الكبيرة وهل هناك قواعد للقراءة والتطوير من الفكر يعني على أستاذ خالد يعني على على رتم الحياة السريع اللي نحن عايشينا يمكن حتى الروائيين بدأوا يقللون حتى من حجم الروايات اللي يصدرونها وهذه مع أكثر منك هاتفة شو رأيك في هذا الموضوع أنا مش مع هذه الفكرة لأن من أكثر تطوراً في المجال التقني من اليابان اليابان رأيتهم بعيني يعني في الباصات وفي القطارات وفي كتب بأحجام كبيرة روايات وكتب خيال علمي يقرؤونها بمعنى أن هذا الكلام غير صحيح أنه إحنا في عصر السرعة محتاجين أيضاً أن رواياتنا أو كتبنا تكون صغيرة يعني إنما هو عملية في تنظيم الوقت في اختيار الوقت المناسب كم يعني يقضي الشباب هذين اللي يقولون أنه ما عندنا وقت أمام المقاهي وأمام التلفزيون وأمام كذا فلا بد أن يكون هناك وقت للقراءة جميل كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن نختم معك هذا اللقاء الجميل أنا أدعو كل من يسمع هذا البرنامج الجميل وعند اهتمام بالقراءة وعند اهتمام بأنشطة القراءة والمعرفة أن يكون متواجد معنا خلال هذه الخمسة أيام اللي تبدأ من يوم 22 غدا إن شاء الله ولغاية 27 رح يلاقي كتب قيمة رح يلاقي مؤلفين يعني الويكند شغالين بعدها نعم ما عدا يوم الجمعة لا يوم السبت موجودين بدءا من غدا إن شاء الله الكل موجود الكل بيستفيد دعوة عامة للجميع دعوة عامة للجميع ومكان المكتب الطبية يعني شوفوا دخلتم المستشفى راشد الطوارئ في ويهكم تأخذون يسار خلف مركز الإصابات والطوارئ على طول يسار بعدين في مين المبنع على يمينك نعم فيه الإشارات وفيه كل شيء موضحين لكم صحيح شكرا لك أستاذ خالد علي الجلاف رئيس لجنة استدامة القراءة بهية الصحة بدبي ومدير مشاريع بمكتب معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير العام بهية الصحة بدبي شكرا لك أول مرة معنا في البرنامج وكانت دقائق سريعة الله يحفظكم وأنا أشكر لكم أنكم استضفتموني وأنا أشكر لكم أيضا برنامجكم الجميل المفيد والقيم جزاك الله خير إذن مستمعين بعد الفاصل عندنا موضوع جدا جميل نتكلم عن مؤتمر طب الأطفال المؤتمر الثالث لطب الأطفال وحديثي الولادة 2017 وأيضا بعض المواضيع التي تخص الأطفال وصحتهم ففاصل وراجعين ورجعنا لكم بعد الفاصل نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة تنطلق يوم يوم بعد غدر كونتننتل فيستفل سيتي في دبي فعاليات مؤتمر مستشفى لطيفة الثالث لطب الأطفال وحدثي الولادة بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والمعنيين في هذا المجال الطبي المتخصص للتعرف على هذا المؤتمر وأهدافها وأبرز المحاور التي ستتم مناقشتها يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو دكتور محمود صلاح الحليق استشاري ورئيس قسم الأطفال بمستشفى لطيفة صبحك الله بالخير دكتور مبروك عليك الرحمن صباح النور يا أهلا بك ممكن تعطينا فكرة عامة عن المؤتمر على هذا المشاركين المحاور الرئيسية للمؤتمر هذا أوكي المؤتمر كما ذكرت مؤتمر مستشفى لطيفة دولة الثالث للأطفال والأطفال الخدج وحدثي الولادة سوف يعني بتقديم الموضوعات العلمية التي سوف تغطي غالبية أكثر انتشارا بين الأطفال والأطفال الخدج في المنطقة مثل شو الأمراء قالي بكتور الأمراض التي تتعلق بالكلة الأمراض التي تتعلق بالسكري الغدد الصماء أمراض الأطفال الحديثية الولادة الأمراض الصدرية يعتبر مؤتمر شامل سوف يستمر ثلاثة أيام ويسبق المؤتمر ورشتين عمل وبعدين في كل يوم من الأيام المؤتمر أيضا يوجد ثلاثة ورش عمل المؤتمر سوف مثلا الورش العمل الذي سوف تسبق المؤتمر تغطي جزئين مهمين جدا بالنسبة لعلاج الأطفال الحديثي الولادة أحد الورش سوف تغطي التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي التي ركيزت العمل في أقسام العناية المركزة والورشة الثانية سوف تركز على نقل الأطفال الحديثي الولادة سواء داخل الدولة برا أو جوا أو كل الأمور المتعلقة لأنه أمراض مواضية حساسة جدا طبعا خلال المؤتمر سوف يستعرض أكثر من 36 ورقة علمية عالمية يقدمها نخبة من الأطباء العالميين والأطباء المنطقة سوف يشارك في المقتبر أكثر من 11 طبيب عالمي من الولايات المتحدة من إنجلترا من بلجيكا وسوف يكون حوالي 24 طبيب من منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة لغاية أمس كان في حوالي 400 مشارك تسجيل في المؤتمر حتى من أماكن مختلفة من العالم كان في عنا تسجيلات من أستراليا من المملكة المتحدة من سويسرا من باكستان من سلوفانيا الأردن مما يعكس القيمة العلمية للمؤتمر والثقة التي بناها المؤتمر خلال السنوات السابقة وغنى الأوراق العلمية التي سوف تعرض به صحيح دكتور يمكن موضوع شوي خارج نطاق فعليات المؤتمر ولكن نرتيح أن نطرح هذا السؤال يقول البعض لدينا في الخليج يشكك في قدرات الدكتور العربي ويرون الدكتور الأجنبي أكثر ثقافة ومهنية في الطب زلت لا تزين راسك لحظة دكتورك نهزين فما دور المؤتمر في هذا الموضوع هذا من جانب وأيضا لماذا لا نرى توعية أو دور إعلامي في أبراز إمكانية الدكاترة العرب نحن موجودين هنا عشان نبرز هذا الموضوع أنا موجودة تراني دكتور دكتور كان يتحدث عن الطبيب الأجنبي والطبيب العربي نحن يعني إذا من لاحظ حتى الأسماء العالمية اللي موجودة أصلا أصولهم عربية صحيح بالضبط أي أحد النقاط إلى جانب يعني إذا لحظت أنا قلت فيه 11 طبيب عالمي إلى جانب 25 أكثر من 25 طبيب من منطقة الشرق الأوسط الذين يعني سبتت الأبحاث تبعيتهم واشتهرت في المجال العلمي في كل مكان في العالم وهذا يعني دليل على ارتفاع مستوى الطب في أماكن معينة في العالم العربي يعني دبي أحد الأماكن التي ابتدأت زيادة الثقة تزيد الثقة في قدراتها الطبية نتيجة سنين الخبرة وتطور الطب فيها تطور المستشفيات طاقم عربي كبير متوفر حاليا في مستشفيات الدولة ويشهد له نجاح يعني عمليات كثيرة وعلاجات كثيرة كمثال على هذا الشيء في مستشفى لطيفة تم اعتماده كمركز متميز لجراحات الأمراض النساء عن طريق اللابرسكوب المنظار ولغاية يعني يومنا هذا حوالي 36 حالة من مختلف أنحاء العالم تأتي بالضبط فهذا يعني يعكس زيادة ثقة المواطنين وحتى اللي برى للدولة في قدرات الطبيب العربي نرجع للمؤتمر دكتور ونتكلم عن الورش التدريبية والمواضيع الثاني الموجودة في هذا المؤتمر إلى جانب اللي هو أول يومين أول يوم في قلنا في ورشتين عن الطب الحديث للتنفس الصناعي وعملية نقل الأطفال ما بين المستشفيات أو إلى مستشفيات خارجية بالطيارة يوجد ورش عمل تختص بأمراض السكري طبعا ركزنا على هذا الموضوع نتيجة ارتفاع نسبة الأمراض السكري في الدولة فحرصا مننا على توعية الأطباء المشاركين سواء من المنطقة أو خارجها في ورشة عمل مختصة بمرض السكري والتعامل معه يوجد ورشتين عمل تركز على أمراض الدم بالنسبة للأطفال حيث أنه من معروف في المنطقة الأمراض المنجلية والثلاثيمة موجودة إلى جانب ذلك يوجد ورش عمل مختصة بأمراض القلب وكافية التعامل مع الحالات وأحد ورش الأعمال التي اعتبرها من أهم ورش الأعمال ورشة مختصة بالمضادات الحيوية حيث أن المضادات الحيوية حاليا المناعة ضد المضادات الحيوية تعتبر مشكلة عالمية تؤدي إلى وفاة أكثر مثلا من خمسين ألف شرح لي هاي دكتور أوكي اللي بيحصل حاليا أنه في زيادة في استخدام المضادات الحيوية للأطفال سواء للأطفال أو حتى للأكبر طبعا بالنسبة للمؤتمرنا للأطفال زيادة في استعمال المضادات الحيوية بدون داعي مما خلق نوع من المناعة لدى البكتيريا لدى البكتيريا ضد المضادات الحيوية فأنت طفل مثلا مريض تعطيه مضاد حيوي يفترض أن يقتل البكتيريا البكتيريا بيكون في عندها مناعة ضد هاي يعني الفكرة دكتور هل ممكن لا هل يعطون أصلا مضاد حيوي من مخم حق الأطفال أو هو يأخذ مضاد حيوي من مخم وللطبيب هو نفسه المفروض ما يعطي هذه المضادات بالضبط هو الطبيب ومشان هيك فيه شيء تقوده حاليا مستشفى لطيفة ودائرة الصحة في دبي الصحة في دبي اللي هو نسميه Antibiotic Stewardship Antimicrobial Program اللي هو عبارة عن برنامج ينظم عملية استخدام المضادات الحيوية بطريقة لا تؤدي إلى زهور مناعة من البكتيريا ضد المضادات الحيوية اللي هي ظهرت حاليا في أماكن كثيرة في العالم والحمد لله الوضع تحت السيطرة عنها دكتور ندلت من يومين تكلمت في هذا الموضوع ومتعقيمة عن كلام الدكتور حتى نحن في قطاع الرعاية الصحية الأولية وممتأكد في قطاع المستشفيات في عندنا التدقيق على وصف المضادات الحيوية يدخل ضمن تقييم الدكاتور السنوي يعني لما قيم الطبيب عندي سنويا من ضمن تقييم فيه علامات كاملة على استعمال المضادات الحيوية يعني هذا يبين كثير أهمية عدم وصف المضادات الحيوية بدون داعي طيب دكتور يقول حق منو الورش بس حق الدكاتور إيش ما تسوهم حق الأهل تكون متخصصة وايد الورش هم عندهم برنامج معي نحن منساوي عادة في المستشفيات المستشفيات الهيئة كلها في ورش توعية للأهل يعني على ثبيل المثال أمس كان فيه ورشة أمس واليوم متواصلة في مستشفى لطيفة ورشة لتسقيف الأهل وال جميع الناس يعني كيفية التعامل مع حالة توقف قلب أي شخص يعني أنت ماشي وشخص وعي على الأرض كيف تعمل الاتصافات الأولية اللي ممكن تنقذوا بحركتين صغار هاي مثال صحيح سؤال للدكتور سمعت معلومة أن أكل منتجات الكاكاو والسكر مفيدة للحوامل في الأشهر الأخيرة من الحمل لأنه يزيد من حجم الجنين قبل هذه قبل هل هذه المعلومة صحيحة؟ لا أظن أن هذا المعلومة صحيحة أحد المشاكل التي تواجهها هذه الحرمة خاطرها في كاكاو خاطرها في كذا وتيستاكل وتقول عشان بس وزن حالي ترقافة خاطر أحد المشاكل الرئيسية التي حاليا منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وفي الإمارات زيادة الوزن وزيادة الوزن خلال الحمل بزاة أكتر من المعدل الطبيعي يؤدي إلى نتائج مش بس على الجنين أول ما ينولد حتى على التطور الجنين وعلى الحالة الصحية للطفل عندما يصبح أضل عندما يصبح بالغ أثبتت البحثات العلمية حاليا أن الأم التي تولد يزيد وزنها خلال الحمل ممكن يحصل الولادة مبكرة ممكن الطفل يكون عنده نقص من السكر يمكن يكون معرض للسكر وأمراض زيادة الوزن تحدثنا في بداية الحلقة الدكتور عن دراسة التي تخص الأطفال التي يولدون مبكرا وربط هذه الدراسة ربطوها بأمراض القلق والاكتئاب عند الكبار فالدراسة 23 سنة فعملوا فيها ربط ما بين الولادة المبكرة والقلق والاكتئاب طيب هل كثر المضادات تقل المناعة جاوب الدكتور أهل الإمارات زادكم الله من فضله وأسعدكم شكرا ما فهمت شو مكتوب هذا أنا أبغي ورشة عن التنفس مشاكل التنفس يعني؟ لأن عندي طفل دوم الليكسجين عنده ينزل لأنه عنده فتحة في الرقبة في الرقبة؟ في الرقبة تركيوستومي تركيوستومي يمكن رقب أمبوب يعني خارجي للتنفس؟ الله العالم أو فتحة في القلب يمكن قصدك؟ المفروض أنه في القلب أنا لا أعرفه لكنه مكتوب في الرقابة في الرقابة معلومات جميلة ومفيدة وفتحة معي مفاهيم كانت خاطئة عندي الحمد لله هل غاية البرقبة؟ في الرقبة عنده أمبوب خارجي يمكن أن أمبوب خارجي طبعاً لازم يعني لما يكون في وضع طفل حاطة أمبوب خارجي قبل ما يطلع من المستشفى يفترض أنه درب الأهل على كيفية التعامل مع الأمبوب على كيفية شفط الإفرازات وتأكد من نسبة أكسجين سليمة في الطفل ففي حال عدم التدريب خلاتي مستشفى لطيفة دربوها دكتور إن شاء الله يلا تروحين للمستشفى لطيفة تسريعاً دكتور محمود الحليق وإن شاء الله الأمور طيبة برنامج مميز فعلاً بوجود المبدعين أمثالكم شكراً لكم شكراً تفضل الدكتور دكتور محمود بمن يتكلمون كان في بداية عندنا دراسة عن أطفال الخدج والمشاكل فأنت كاستشاري في الطب الأطفال شو أبرز المشاكل اللي يعاني منها الأطفال الخديجين أو الخدج في الإمارات في الإمارات يوجدون قبل الوقت يعني بعد ما يطلع من المستشفى بعد ما ينولد شو المشاكل اللي تواجه ما هو نحط في الحضانة بالعادة طفل أحد المشاكل الرئيسية بالنسبة للطب الأطفال الحديثي الولادة مش بس بالإمارات عالمياً ارتفاع نسبة الأطفال المولودين قبل الأوان يعني وصلت نسب لـ 25.30% في زيادة مضطردة طبعاً الحامل التدخين العادات يعني الزيادة الوزن مثل ما ذكرت في أسباب مرضية وفي أسباب في نمط الحياة تبع الناس صحيح طبعاً الأطفال الخدج لما ينولدوا بكير بيكونوا معرضين لمشاكل في في الدماغ مشاكل في الرئاء مشاكل في جميع الأعضاء كل مكان اللي الطفل مولود قبل أوانه بمرحلة كبيرة يعني من 24 أو 23 20 أسبوع كل ما كانت المشاكل أكتر صحيح مثل نزيف في الدماغ أو اعتماد على التنفس الصناعي لفترة كبيرة نقص الأكسجين يؤدي إلى أحياناً كثيراً إلى مضاعفات في المستقبل في سواء النطق أو في الحركة صحيح أحياناً الطفل لا يتقبل التغذية عن طريق الفم مما يؤدي إلى حصول الاتهابات في الأمعاء وتعرضه لعمليات يوجد أنواع معينة من أمراض القلب كمان تحصل عند أطفال الخدج فيعني جميع عضاء الجسم معرضة إلى نخبة كثيرة من الأمراض أكثرها اللي هي النزيف والالتهابات والتقبل التغذية مبكراً جميل دكتور نادا يسألون أنت باتش ستكونين موجودة في عيادة البرشة باتش إن شاء الله ستكون موجودة بعد البرنامج إن شاء الله صباح عندي اجتماع براً طيب سؤال الدكتور ما هي نصيحتكم لمن تتكاسل وتلزم الفراش وقت الحمل وهل هناك ضرار على الجنين بسبب قلة حركة الأم أثناء الحمل وهل الرياضة مفيدة للحامل؟ السؤال عدة أجزاء المهم السؤال باختصار دكتور باختصار السؤال الحرمة اللي طايحة على الفراش وهي حامل ما تتحرك هلأ إذا كانت يعني في حريم مثلاً يطلب منهم الراحة التامة لو كانوا معرضين للحصول لسبب مبكرة أما إذا كان لسبب غير طبي وتكاسلاً ومع اللي هو بيدخل تحت نمط الحياة الغير الصحيح من كسل لعدم تناول التغذية الصحيحة رادي تفكر تحمل أوه مارو ما تحرك تفكر تحمل لا سؤاله ترى مناهبة لا والله أنا أكثر واحد هي النشاط بصفة عامة إذا كان ما في مانع طبي كويس عشان الوزن الطبيعي للأم يكون كويس مما يعكس يعني بطريقة إيجابية على الطفل في شغلة جميلة دكتورة قبل نختم البرنامج والسابق يتكلم عنها هي أنتم ما أدري شو تأخذون من كعب الطفل اللي ينولد وشو فايدة هذا الشي وهذا أعتقد إجباري الحين على كل المماريط حالياً صار الحمد لله إجباري اللي هو ما يسميه نيونيتل سكينينج الفحص الطب الوقائي للأطفال الحديثي الولادة وزي ما قلت يعني أصبح إجباري فايدته أنه ممكن تشخيص أكتر من 49 مرض وراثي ومرض في الطفل قبل حدوثه وبالتالي يعني أنت لما تعرف أن الطفل هذا ممكن يكون عنده نقص في هرمونات الغدة الضرقية وتبتدي علاج الطفل بناء على أنه التست هذا إجاب بوزيتيف أنت أنقص الطفل من أنه يدخل في حالة إعابقة ذهنية دائمة يعني علاج بسيط تفديت فيه وفحص بسيط تفديت فيه أن يكون عندك طفل غير صحيح طول عمره يقولون سؤالي زعل الدكتورة لا والله ويزعل سؤال فيها كم ترى المرأة تتميرض قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الحمل هاي حرما دول هالكلام الحمل ليس مرضا ها؟ الحمل ليس مرضا لا هي تتميرض تتميرض هاي تتميرض قبل الحمل عموما دكتور قبل لا نختم يعني كلمة أخيرة تبغي توجهها للمستمعين ونحن شكري لك وقتك اللي قضيتها معانا فيه بالنسبة للحوامل طبعا التغذية الصحيحة ونمط الحياة الصحيح والمتابعة الصحيحة في المستشفى ضروري جدا بما انه احنا انا طبيب اطفال خدج المرأة التي تعرف انه حملها عالي الخطورة يفترض بها ان تتابع في مستشفى قادر على التعامل مع طفل الخديج عند الولادة طيب شكرا لك الدكتور محمود الحليق دكتور محمود هو استشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى لطيفة رئيس المؤتمر مؤتمر مستشفى لطيفة الثالث اللي طب الاطفال واحد يتي الولادة المؤتمر انشاء الله بينطلق غدا او بعد غدا عفوان الخميس وبيستمر ليوم السابق صح دكتور انشاء الله الدعوة عامة للجميع اهلا وسهلا فيكم يلا شا تبقون بعد اللي يبغي هذا يدخل عشان ما تقولوا ما يسوون ورش بيزات ولا بلاش هو في بيزات بيزات اللي يبغي يشارك هذا هاي مؤتمر هادم صار فين عليه يعني يبين ناس من برع لازم ندخل مورا فلوس لا لا هو ما في تدخيل فلوس انشاء الله ندخل دكتور ليش لا مبعيب اوكي وصلنا نهاية حلقتنا اليوم لا ليش اوكي مبعيب لا هو انه طبعا الهدف الرئيسي يا جماعة الخير هناك يعني امارة دبي كذلك هي من توجهاتها زين انهي يعني تقيم شغلة يسمون ونعم مفهوم سياحة المؤتمرات زين فهذه مسألة وايد مهمة وثقافة والدولة تسعى لها صحيح انت ليش يعني حسيتش مم مرتاحة لما قلت انشاء الله يدخلون بيزات مورا المؤتمرات ما عندي مشكلة بالعكس يعني الهدف ليس مادي من المؤتمرات بلكن يعني اذا سوينا كل شي بلاش ما بيكون في هذاك التقدير الخلوس اللي تدخل هاي تضمن الاستمرارية صحيح ايه ازاكم الله خير عموما وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم شكرا لكم على المتابعة شكرا لك الدكتورة نادة الملة شكرا على مرافقة اخوتك الصغير يعني في برنامج صحة وسعادة عموما وصلنا الى ختام حلقتنا الامل ان القاكم ان شاء الله غدا شكرا لك الصفار ما قصرت ودمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي